يعاني العراق من أزمة في قطاع التعليم تشكل المدارس المتلكئة والفساد الحكومي المحيط بها أبرز معالمها تتفاقم هذه الأزمة في محافظة ذيقار حيث العشرات من المدارس التي مضى على التخطيط لها سنوات طويلة ولم تنجز حتى اليوم نهيك عن إهمال العشرات من المدارس التي بات بعضها مكبا للنفاية اليوم هذه المدرسة أصبحت جزء آخر من عتاه هي طمر للمحرق المادة النحاس ومادة الفافون والجزء الآخر هي فصلت مساحتها ما يقارب خمسة آلاف متر مربع مساحتها ضخمة جدا فنطالب من الحكومة المحلية بصراحة أنه تلتفت إلى هذه القضية المهمة في مجتمعنا لو لا التعليم أصبح الجهل واسع في العراق مشكلة ذيقار هي ليس فقط في الأبنية المتلكية وإنما هناك عجز في الأبنية المدرسية يقدر ب700 بناية تحتاجها المحافظة فعليا لفك الاكتظاظ في داخل الفصول الدراسية كما أن هناك مدارس لا زالت كرفانية ومدارس طينية تم تهديمها وعدم بنائها يعني حيلت سابقا على أحد الشركات الإيرانية وهذه الشركة حقيقة تلكت واخذت جزء من المبلغ وفيما بعد يعني ما كملت عملها وتقدر وزارة التربية الحالية حاجتها إلى ما يزيد عن 20 ألف مدرسة في عموم البلاد وسط انتشار صور نظام التعليم الثلاثي والرباعي في المدرسة الواحدة ومدارس الطين التي بلغت بحسب إحصائيات لوزارة التخطيط أكثر من 11 ألف مدرسة واقع تظهر أقصى صوره جلية في محافظة ذيقار فالي شهد ما يقارب صحلة خمس سنوات لحد الآن لم يتم الإنجاز فيها والمدرسة الموجودة عدادية الناصرية مدرسة أخرى فالوقت مالتها 3 ساعات أو ساعتها فمثل ما يشاهد انتهى المدارس المتركة هذه يعني واحدة من ألف مدرسة بالناصرية فأحنا اليوم نطالب من الحكومة المحلية بالذات أحمد غني الخفاج أن يكشف عن ماذا يحدث في المدارس المتلكية حجم المأساة والفساد في ملف المدارس المتلكية والذي تعكسه الصور القادمة من ذيقار تسبب اليوم بأمية في العراق تجاوزت نسبتها 20% وضع يصفه المراقبون بالمزري وتقر ببعض جوانبه أجهات الحكومية تعاني محافظة ذيقار من شحة في الأبنية المدرسية وهذه الشحة نتيجة تراكمات لسنوات ماضية توقف كثير من المشاريع بناء المدارس نتيجة توقف التوميل ويتفاقم السؤو في الواقع التعليمي في العراق منذ عام 2003 مع حكومات منفكت تتلاعب في مقدرات وثروات العراق المادية والعلمية حتى تبوأ أسوأ التصنيفات العالمية